تعالوا نشوف تهاني بنشغلها اغاني وتهليل ونبطش الاعلام وبيهني مساكن موظف العاصمة الادارية بس خايف على البرستاتة بتاعتك يا عمر ياخد البتاعة مكتوب تحت معلش اعرض فول سكرين بس الصورة ثابتة ماشي عمر عمال يهل على الصورة دي دي بقى الموظفين دي المين الموظفين دي بقى المين ايوا مش عايز اقولها دي بقى المدين الموظفين عمر اهدى شوية عروقك عمر الصورة مكتوب عليها فين الصورة مكتوب عليها فين بدر مدينة بدر اهو وانا جبت من عندي الوادي المعد بتاعه كاتبله على المخر كاتبله اسكان العاملين بالعاصمة الادارية بمدينة بدر ببدر اسكان العاملين بالعاصمة الادارية ببدر تا ما تكتبش بدر اكتب اسكان العاملين بالعاصمة دي اتعدي لا وايه ومصورينها رشين على طريقة الواستاذ عبداليس فامي رحمة الله عليه مدير التصوير الاشهر في تاريخ السنة المصرية لما كان يجي يصور لقطة بالليل كده يجي يرامي مية على الارض عشان الاضاء اللي هو حضرتها التعكس على الارض ويبقى منور المشهد هات المشهد كده علي عبيز عبيز فاهمي اولاد على فكر عبيز فاهمي اتجاوز الاستاذة وعداد حملي تقريبا رحمة الله عليه ده واحد من اشهر المصورين لا 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 ما تجيبش خريطة دلوقتي بص بقى بص بص شغل مدير التصوير لا تعلم يا علي تعلم يا علي انا مش عايش لك تعلم انت ومورس والناس دي بص 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 وقف هنا علي شايف حركات عبيز فاهمي ارمي مية على الارض فول سكريم بقى علي ما هي سكريم يعني سابتة بص ارمي مية على الارض شغل مية كده فالمية تنعكس فيها الاضاءات تعمل تاتشات اضاءة كده حركة عبيز فاهمي اللي كان استاذي يعني حلوة اعصابك يا عمر كرسي مش هيستحمل كرسي مش دايم يا عمر اسكان مين اقب بقى هنا اقب فينا لمين اللي عاملين بالعاصمة الادارية نافذة جديدة هيقعدوا بقى فين في بديد بدر موقع تكون انت اسكندران يا حضرات او تكون من ليبيا او تكون من اي حيط ما تعرفش ايه علاقة ما بين بدر والعاصمة الادارية الجديدة جبناه لك خريطة لحد عندك اتفرج يا حضرات ادي الخريطة ايه من ميستر جوجل ادي العاصمة الادارية ايه اللي عليها الخط الاحمر الدايرة دي فوق بقى مدينة بدر المسافة كام يا والا ساعة وعشرين دقيقة لان المسافة كام يا والا خمسة وخمسين دقيقة بالضبط اهو انا مش اجيب من عندي عشان محدش يقلف يقطع لسان اللي يجذب على الاساس عمر يا حضرات دي العاصمة الادارية دي العاصمة الادارية ودي مدينة بدر اللي فيها المدينة جديدة لمين اللي عاملين بالعاصمة الادارية المسافة كام يا حضرات خمسة وخمسين كيلو المسافة كام يا حضرات كام تاخد كام وق ساعة وعشرين دقيقة يعني حتى العاملين في العاصمة الادارية يجعر مش مسكنهم في العاصمة الادارية حتى العاملين ما تخلي الخريطة علي والنبي القلعة دي ده جامع محمد علي وتبنى سارة 1030 تقريبا والجامع ده الحقيقة رائع جدا ومن داخل المسجد فيه آيات كتبت وايضا كتبت بعض من قصائد القصيدة المشهورة بوردة البصيري هو ده بص يا حضرات ده رايح بس اهو اللي جاي اهو بص خمسة وثمانا عشرين ديها خمسة وثلاثين كيلو تقريبا صح اهو المسافة هي مدينة بدر والعاصمة الادارية تلاتة وثلاثين وثلاثين كيلو تلاثين كيلو اهو بالعربية واضي الخريطة لا ببتكذبش أربعة وثلاثين دقيقة تمانية وثلاثين كيلو اهي لمين للعاملين للعاصمة الادارية شو العاصمة دي رايح فين شايف يا حضرات شايف يا حضرات عايزك بقى علي بعد اذنك بعد ما جبتلنا مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين عايزك والنبي تجيب عمر قديب تو ويندو مع الخريطة الغراء اللي قدامنا دي بتاعة المسافة ما بين مدينة بدر ومدينة العاصمة الادارية ايوة كده المسافة بين الاثنين يا علي يا سلام يا سلام وبعدين المسافات دي بص ادي الاخ عمر قديب بيكلم هنا عن العاملين وراح صور المساكن في مدينة بدر طب بس وقف يا حضرات بمدينة بدر مش انا اللي كاتبها كاتبها مساعد المخرج بتاع عمر قديب بمدينة بدر ماشي ادي يا حضرات المدينة دي المساكن بتاع الموظفين هنا في مدينة بدر وقادي مدينة بدر وقادي العاصمة الادارية وقادي المسافة على الحقيقة على الخريطة انا ما قلتش حاجة من عندي وطبعا عمر لحق نفسه في قصة الفرش لان احنا الجيل اللي كانها زمان يا مرسي يا علي احنا جيل كيان حسن بقى لك يخش يلاقي الشقة فيها نجفة شقق مساكن حسن بقى لك يخش فيها يلاقي فيها نجفة فحطين في الشقة بقى شاشة وجو وانتريف قالك لأ هو مش كله هاتفرش ايوة كت دي بقى المين للموظفين سمعني تاني حتة من عروق عمرو وهي طلع على المساكن الجديدة للموظفين بس هي ما بتسلمش مفروش كل واحدة هجيب فرشه معايا اللي هو جايبه من 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 يعني من القاهرة او من الجيزة او من اي مكان فين بقى الموظفين اللي انتقش عليهم اللي هو ما تسعة تلاف طيب اذا القصة على فكرة اللي هيروح العاصمة دول مش كل موظفين خالص ده قلة منتقاء لانه موظفين في مصر يتخطوا تقريبا تقريبا حوالي انا بقول تقريبا ستة مليون عبدالفتاح السيسي عايز منهم اتنين مليون بس لكن اللي هيروح العاصمة الادارية تسعة تلاف واحد خمستاشر معلومة عن سكان موظفي العاصمة الادارية الجدية بمدينة بدر اطلع بالقصة لأ اوقف هنا انا بس الصورة دي اعلى قطب اللي جابه عمر ده طراز وده طراز دي حضرات مساكن الشباب مليش علاقة بقى ما تحطهاش في الناص بكده المهم دي ملياش علاقة بمساكن الادارية مشروع الساكني الضخم يضم نحو كام تسعة تلاف اربعة وعشرين واحدة سكانية تستعد بها مدينة بدر ليكون مقر سكان موظفي العاصمة الادارية فهناك العمل قائم على قدم وسقل الانتهاء من تنفيذ الوحدات حل حل اذا يا حضرات القصة كلها لتسعة تلاف موظف مش بص هو رايح جاية يدخل بيتوبيس العاصمة الادارية يروح مكانه ويرجع على بدر طالع من بدر رايح على بدر طالع من بدر رايح على بدر زي كده الخدم عارف ويخش من بوابة خاصة بوابة تانية زي زمان كانوا في العمارة يعملوا حاجة اسمها سلم الخدم سلم خالفي كده يطلع فيه الزبال والكناء والحاجات دي يطلعوا منه وما يطلعوش من باب العمارة الرسمي نرجع بقى للصور في 2020 كان فيه فيديو لمحمد ناصر بيتكلم عن صور قصر السيسي في العاصمة الادارية فاكر ده ولو مش فاكر أنا أفكرك موقع نتسيف الاسرائيلي نشر صورة جوية لقصر السيسي في العاصمة الادارية الجديدة موقع نتسيف الاسرائيلي الاستخباراتي الاسرائيلي نشر اليوم وأنا موجود معايا اللينك ده يا حضرات واللينك عندك برضو ساتر ترابي بارتفاع خمسة وعشرين متر حول القصر الرئاسي في العاصمة الادارية الجديدة يأتي هذا الساتر بعد جدار خرصاني مسلح ولو سبع بوابات يعني عشان بس تبقى فاهم الليلة ان قصر السيسي في العاصمة الادارية الجديدة الراجل حاطت عليه صور وورا قدام الصور أو وراه فيه يا حضرات فيه ساتر ترابي بارتفاع خمسة وعشرين متر قادي اللينكة هو في موقع نتساب الاسرائيلي ما شار اليوم موقع نتساب الاسرائيلي صورة للساتر الترابي فكرة الأسوار دي يا حضرات أولا الحقيقة لكل عصر فلسفته ثقافته تبقى اللي بيحكمه فيه عصر وأنا مرة عملت بحث في كلية الفنون الجميلة عن القصة دي بحث وأنا طالب يعني عن السمات المعمرية لكل الحضارتين الحضارة الفاطمية أو الدولة الفاطمية والدولة الايوبية كل عصر بيعدي على البشرية بيبقى له سمة غصب عنك فمثلا في الدولة الفاطمية كانوا يفتخروا ببناء القصور والحمامات والمساجد الضخمة في العصر الايوبي كانت بناء الأسوار والقلاع والحاجات دي في عصر السيسي يبدو إن السمة بتاعته بناء الأسوار صور حوالين شرم الشيخ صور حوالين العاصمة الإدارية صور حوالين قصر السيسي فلسفة الأستاذ عامر عبد منعم كتب حاجة بالعنوان ده جزء من مقال هنقوله عن أسوار العاصمة الإدارية وبيقول فيه أهو أسوار العاصمة الإدارية والهروب الكبير بيقول الأستاذ عامر عبد منعم موقع مساعد رئيس الشعب جديد الشعب بيكلم على الأسوار دي وبيقول الأسوار حول المدن أصبحت من التاريخ ولكن في مصر بلد العجائب عادت هذه الزائرة وكأننا نعود إلى القرون الوسطى ففي سلوك مريب بدأ تشييد أكبر صور خرساني كسيف التسليح بارتفاع يصل إلى سبعة متر حول العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ مساحتها مئة وسبعين ألف فدان يذكرنا بالقلاع العسكرية العتيقة رغم أنهم يقولون أنها مدينة عصرية على أحدى استراز أول ما شرعوا في تنفيذه المطار والفندق والصور فهل هي مصادفة أن مشروع العاصمة الإدارية يشبه بناء المستوطنات الإسرائيلية وهذا الصور ليس كأي صور فهو أقوى وأعلى من الجدار العازل الذي بناه الإسرائيليون في فلسطين المحتلة وهو أكتر قوة من جدران الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بالتأكيد لم تبنى أسوار العاصمة الإدارية للحماية من هجوم خارجي كما أن التحصيل ليس خوفا من الكيان الصيوني الذي يمتلك أسلحة الجو المتقدمة وترسنت الصواريخ المتطورة فالخطر الذي يراه من يقفون خلف العاصمة الجديدة يأتي من الشعب الذي يتدور جوعا بسبب السياسات الإقتصادية التي زادت من مساحة الفقر الخلاصة يا حضرات إن نظام السيسي بيبني أسوار في كل حتة بينه وبينه هو ونغبته وبين الشعب مش بس في شرم الشيخ ودر العاصمة الإدارية لا في كل حاجة في المواصلات في الصحة في التعليم في النقل في الترفية في كل حاجة بقى فيه شعبين ولذلك يجب أن نقف تحية للفنان عائل الحجار الذي امتلك رؤية الأستاذة زلقاء اليمامة لأنه شاف في سنة 2013 إنه شعبين أن مصر بقت شعبين هم شعب وإنتوا شعب